المسيح لقب بآدم ليه آدم رأس جنس المسيح رأس جنس وخلينا أقول لا يوجد سوى جنسين ورأسين الرأس الأول آدم مين منسوب ليه كل البشر أنا وإنت والمشاهدين كلهم واللي في كل الدنيا إحنا بني آدم فإحنا منتسبونا لآدم بالولادة الأولى لكن في حاجة تانية الكتاب المقدس بيعلمنا عنها الولادة الثانية وبالولادة الثانية إحنا انتسبنا لرأس آخر اللي هو المسيح من دي أخلص إلى شيء أولا الآية اللي بتقول الكلام ده واضحة كما في آدم يموت الجميع كذلك في المسيح سيحيي الجميع أو هنا في رمية خمسة عدد 14 يقول آدم الذي هو مثال الآتي يبقى إذن بس أنا أريد أن أطلع باستنتاج من هذا الكلام وهو أنه ما فيش أصناف كثيرة من البشر هم نوعين وبالتالي لا يوجد إلا مكانين في النهاية ولا يوجد في العالم الحاضر إلا طريقين زي ما المسيح قال في عزة الجبل فيه طريق واسع والطريق الواسع ده قد يشمل عشرات أو مئات أو ألاف الطرق لأنه واسع وكل واحد يمشي فيه بحسب ما يترأ له لكن فيه طريق آخر ضيق هذا الطريق الضيق يؤدي إلى الحياة ده ما قاله المسيح اللي قال أيضا في يحنى 14 ستة أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه خليني أقولها بلغة الرسول بوليس في آدم يموت الجميع أنا ورست عن آدم الخطيئة والموت لكن في المسيح سيحيى الجميع يمكن كل واحد إذا أتى إلى المسيح بتوبة وإيمان يحصل من المسيح يعني بص كده الآية الجميلة الرمية خمسة من أول عدد التاشر لآخر لصحراء بس أرى آية واحدة عدد تمنتاشر فإذا كما بخطية واحدة لخطية آدم صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد اللي هو بر المسيح الذي أتمه عندما مات على الصليب صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر